الملك حمد بن عيسى الخليفة واهتمام ومساندة صاحب سمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وهنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد الفروسية بمناسبة نجاح مملكة البحرين باستضافة النسخة الثالثة من سباق كأس البحرين الدولي للخيل على مضمار نادي راشد الفروسية وسباق الخيل ملاك ومدربين وفرسان وجياد من مختلف الاستبلات العالمية والبحرينية وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد أن الجهود البارزة التي تبدلها الهيئة العليا لنادي راشد الفروسية برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة ساهمت في تسيط الضوء على مملكة البحرين ومنجزاتها الحضارية والرياضية عبر استضافة الاستبلات العالمية والملاك والمدربين مبينا سموه إلى أن هذا النجاح يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها المملكة في استضافة البطولات العالمية الكبرى وأشهد سموه بالتنظيم المثالي لسباق كأس البحرين الدولي للخيل والجهود الكبيرة التي بدلتها كافة لجن مقدما سموه التهاني للإستبلات والملاك والفرسان الفائزين في جميع الأشواطة